السلام عليكم أين يركب صمام ارتجاع اللهب؟ ولماذا؟ ممكن نقول يركب على خرطوم الأسيتيلين قبل اللمبة والغرض من عدم ارتداد اللهب إلى داخل الاستوانة يكون مكانه حسب الستاندرد بعد الاستوانة بواحد متر وقبل اللمبة بواحد متر ولماذا يركب؟ ممكن نقول أنه هو بيستخدم لوقف اللهب أو عكس دفق الغاز مرة أخرى لخط امداد الغاز أو الاستوانة ويفبت على بعد 80 سنتي لواحد متر من الويلدينج تورش أو الكاتينج تورش وآخر يكون ملاسقا للهوز بريشر لو عندك أي تعليق على الكلام اللي احنا قلناه لو عندك أي سؤال عايز تسأله يسعدنا أن احنا نستقبله منك في التعليقات عشان نتفعل معاك على كل رأي ليك أو كل حاجة أنت عاوزها لو عجبك الفيديو دوس لايك وشير ودعمنا باشتراكك عشان يوصل كل جديد ترجمة نانسي قنقر